تسبب خلاف بين نقابي ومدير مصلحة الأمن بمحطة القطار بوهران في شل حركة قطارات نقل البضائع وتنظيم وقفة داخل المحطة احتجاجا على عدم توفر شروط السلامة والوقاية للعمال والمطالبة بالاعتذار مدير المصلحة الأمن والسير وتم خرقه للحجر الصحي وذلك بإقامته لاستدعاء لبعض العمال من خارج الولاية وعدم توفير لهم النقل وفي قاعة غير مكيفة للاجتماعات وذلك لعدم حرصه وعدم مراعاته شروط الأمن والوقاية وعدم التباعد ولقد تم الاحتجاج من طرف ممتل العمال في شخصي أنا تمت إهانتي وطردي من قاعة الاجتماعات اتخذنا إجراءات اليوم بوقف جميع حركة القطارات بوهران في قطار البضائع وتم استدعاء أعضاء الفيدرالية لأمر من الفيدرالية الوطنية الموجودة في العاصمة عطت أمر بشل الحركة للاحتجاج على هذه الإهانة تعرض لها الأخ الممتل العمال كان اجتماع حول الأمن نطالب باعتدار طبيعة الحال نطالب باعتدار رسميا مدير مصلحة الأمن كاد على توفر جميع إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي أثناء تواجد العمال المعنيين من مختلف محطات الجهة الغربية أما النقابي لم يكن معني بالموضوع لذا طلبت منه مغادرة القاعة لاحظة لتعبون بعض الاجتماعى أكبر لنطالب group لتدريعون مدير موضوعين أعضاء تنظر لجميع تلك العمال المترجمات لتحبق التباعد الاجتماعي بمشارك الواجبات لذلك منظمة لا يتواجد الواجبات إليه المتجموعة في حسب الإهانة هذا الشخص الممتل المقابي لم يكن مستدعي رسمياً عندما يدخل يدخل يزد في الكلام يتحرك إلى الموضوع ويجب أن يدخل يجب أن ينسل من المستفيد من تعطل حركة القطارات لنقل البضائع التي قد تكون حركتها أكثر من ضرورية لضمان توصيل سلع في غاية الأهمية